اشتركوا في القناة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يقول ما في نفسي شيء أهم من هذه الخصلة عند موته أيش الخصلة أن يكون قبري جنب قبر النبي جنب قبري عمر جنب قبري أبي بكر ما هذا ما هذا ما قامت الخلافة إلا على هذه الأذواق إلا على هذه المشاعر إلا على هذه المحبة إلا على هذا التعظيم إلا على هذا الانطواء فلما قال له ابنه استاذنت عائشة أم المؤمنين فأذنت لي قال الحمد لله لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك رضي الله تعالى عنه كان إذا نادى أم كلثوم بنت سيدنا علي ما يقول يا فلانة ولا يا أهلي ولا يا زوجتي لكن يقول يا ابنة الأكرمين يا ابنة الأكرمين يقول لابنة علي وبنت فاطمة عنده يا ابنة عمر محب عمر ذواق في المحبة يعرف كيف يتلفظ يعرف كيف يتعامل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذا رباهم محمد صلوات ربي وسلامه عليه وهو الذي عبر عن ذوق من هذه الأذواق الإيمانية في عام فتح مكة ويقول لرسول الله ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلة نجي لعند الحجرة اللي كان يقوم عليها الخليل نصلي عندها ايش الذوق هذا ايش روابط القلوب هذه أثار الصالحين أثار الأنبياء يعظمها عمر بن الخطاب ونزل الوحي موافقا لهذا الذوق الراغي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلة اتخذوا من مقام إبراهيم مصلة صلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى الصحب الأكرمين وأهل البيت الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والملائكة والمقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم